بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا الغليين سنة ثالثة هنراجع مع ساتك الهومر وتها سيشن ناين اخر حاجة في الواجب اللي عليك في يونت وان بسم الله وان دي اكيوزة person proved that he wasn't he was set free لما شخص المتهم ازمة ان هو ما كانش ايه الراجل اطلقى صراحة هو set free طبعا لا ما ازبت ان هو ما هواش مزنب حتى ما عندك كلمة guilty اول اختي او لا لو الجملة مزبتة he was كنا عملناها he was instant معنا ان هو بري بصوا جملة دي شكرا 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 طبعا ما كتب لك حط الخبر يمين شمال تحت فوق صفحة اولى صفحة رابعة شكرا دي حاجة من سنة بالمكانة قطعة جدا دي ريح دماغك الاخر the police were able to rescue the people who were inside the house during the fire الشرطة were able to اذا طبعا تنقذ الناس اللي كانوا ايه قوة المبنى اثناء الحريق الناس اللي كانت محتجزة محبوسة قوة البيت حاتب عنا هنا trapped رقم دي معنى محتجز هنا is a type of media bias in which a journalist use words and phrases to support or oppose a service or even an idea هنا جماعة بقول لك هنا ده نوع من انواع الانحياز بتاع الاعلام بتاع الميديا الصحفي بيستعمل كلمات وعبارات بتؤيد او بتعارض وجهة نظر طبعا خدمة او حتى فكرة الراجل كده بالبلد بتاعنا بيحور علينا حتى لو عندك spin رقم بيقولنا بيستعمل الحاجات اللي على هوا لكن ما ارش ان هو بيحزف او قال لك صفحة اولى او صفحة تانية زي ما اتفقنا معك هو برعا اسي بيحكي لك وصف مفصل شكرا يبقى عن ساعدتك هنا رقم بي دي نسمينها المقالة الوصفية يا جماعة عايز التكملة تكمل بحاجة بتبين النتيجة طبعا دي بتبين السبب خلي بالك اورذا وكينا ببنونه التناقضة حتيبا عندك كلمة ص neighbors سي طبعا دي بتبين الايه النتيجة بتسوي الكلمة اللي قدامك دي أنا اللي يا جماعة الله اكريمك بص الا ربعة دول اخوانا كده الله اكريمك اعتبر نفسك هتحفظهم اربع تعريفات دول حفظهم. الاربع تعريفات دول حفظ. بقول لك الكتابة ايه? بتحكي اخوانا. كلمة معناها تحكي خلي بالك حدث سواء انت او غيرك مر بيه. دي اخوانا اللي هسامنها معاك كتابة روائية. الله يكرمك دي تحفظها. لو سمحت دي تحفظها. هذي التعريفات تحفظها كويس جدا السؤال ده واكي معرفة. السؤال ده واكي معرفة داخلي بقى لك. يتطلب. يتطلب. من حضرتك هنا تتحرى. فكرة وتقيم وطبعا يعني تضع بخصوص ساعدتك ده التعريف يا اخوانا بتاع الكتابة ساعدتك طبعا اللي هي. اللي هو كتابة فوق. اللي هي الكتابة الايه? الجدالية. تبع عندك هنا رقم بيدي الايجابة بتاعتنا. ما علينا زي ما احنا. بيحكي عن قصة طبعا ساعدتك بقى بس الكلامة زي رقم ايه? زي ما قلناه شوية. دي نسمينا احنا معاك ايه? كتعندك من شوية. دي التعريفات خلي بالك بتاعتي الايه? الانواع الكتابة اللي هو زكاره قدامك. وانا خدنا معاك انا حاجات تانية اعرف ديه كويس جدا. طبعا اه استادي بلانت بعندك هنا معنى جملة المحاضر بتاعنا. حاول يوضح او يبرز اهمية ايه? اتباع ختم زكرا. يا جماعة. معناها مقدمة. في المقدمة بتاعته. بيقول كزا كزا بتاع المؤلف خلي بالك. يبعندك رقم بي. راجل يا جماعة اعتمن شهوري يكتب الكتاب. بتاعنا مش النشر اخواننا. النشر يا جماعة در النشر المطبع يعني. اتباعتك اوثة طبعا المؤلف رقم بي. ايجوت اس فايماس فور اتس سيفتي اند. مصلا عن ساتك مشهورة بسلامة طبعا وامناها. يبعندك سيفتي ان سيكورتي. رقم ايه? السلام والامدة يا ربي دمها علينا. ام اجريت طبعا فان اف طبعا اجريت فان ابو تريكة يعني طبعا حد من ايه من الفان زبتو ابو تريكة. جميل جميل واحدة. اف سامي كانت افورد اجود طبعا. هيد اتشانس تو اندك كيس. هنا خليبنا كلمة كيس معناها قضية. طبعا عملنا سامي لو ما عندوش محامي كويس يبعى فرصته فرصته القضية. حاجة طبعا ضعيفة ما عندك هنا رقم دي معنى محامي. خلي بالك. بيبزروا خلي بالك انا كل شيء ممكن عشان يحرروا الناس المحبوسين اثناء طبعا الازمات. اكيد دون المنقذين هتبع عندك انا رقم دي المنقذون. بصبا الرياح القوية. وخبرك انت المطر الشديد اتجمع مع بعض وخلو ظروف فضيعة صعبة انا ساعتك هنا. هتبع عندك رقم سين معنى فضيعة او سيية على دولة. الوثيقة اخواننا التاريخية. تم فحصها اكيد تعمل الخبرة. هتبقى عندك رقمية عندك الخبرة. الجو العام في العامة يا جماعة ما هوش ايه. تحس ان انت كأنك في بيتك حاجة ما يش رسمية الدنيا. يعني ساعتك دي حاجة عيف والليل خالص. عندك فورم الرقم سي. خلي بال حضرتك. انك تخلي حد يعتقد ان تخلي حد يصدق حاجة حاجة مستحيحة بانك بيطوله معرفة. انت كانت ضللت وخلي بالك يبقى كيفية رقم بي وضللت. ان ساعتك تدي انتباه معنى متساوي. وكل طبعا الجواني. زي ما عندك انا دي يخلي بانك بمعنى متوازنات. عبارة عن احساس اخواننا قوي. يعني بيؤيد او ضد حاجة ده ما يسمى انحية زكاة. هتعندك اغنى بايس اول اختيار. ده يا اخواننا رجو الاعمال ما شاء الله ناجع. كلمة ده ما كلمة فورشن طبعا وتنطع فورشن فعلها ميك. يكون ثروة خلي بالك اسمها ميك افورشن طبعا بعدك ميك ان انورمس فورشن رقم بي. الكلمة ده خلي بالك الكلمة ده خلي بالك الكلمة ده خلي بالك كلمة ميست قوت الكلمة ده خلي بالك كلمة Maisot inic الكلمة خلي بالك كلمة. الكلمة دي كلمة دليت الكلمة دي اخوانا كلمة كمان. قمت يحذف شكرا لمدهها سعدتك رجل الصحفي ده عمل حاجة اسمها بايس باي السميشن رقم ده. يعني نعم انحياز بالحسب زي ما قلنا لك. وما كنت لما تحب تقدم رأي معارضة هتستعمل كلمة على الجانب الاخر. مش قملة كاملة اخوانا. مش قملة كاملة هتبع عندك بسبب زي ما تشايف. طبعه وما كانش متطعم ضد الكورونا فطبيعة جدا فطبعا الراجل خض المراضي. حتى معناك رقام سي هنا معناها بالتالي ولزالة بالتالي. القولنا يا اخوانا مش بيت طبعا بوقت نظر ما لها زي بيتبانو وان تيمة. هما ماشي معا في صف واحد يبا هما بيش بيتدو لك وقت نظر متوازن عندك بالانس اول اختي هره. شو كران شو كران شو قال لك اختي هره. شو كران ساعدتك هنا اول اختي هره. عمل الصفحتين دول عشان طبعا يبعا عندك هنا رقم يبعا عندك هنا تعمل رقم يبعا عندك هنا طبعا مستعد رقمي. طبعا انك تحط المعلومات في اغنية او قصيدة او قفية. يساعدك تفتكيرها. عندك هنا كلمة رايم رقم سي طبعا بمعنى قفية. ماذا ساعدتك هما بدوا الدعم العاطفي النفسان ساعدتك هنا باموشة الرقم بمعنى العاطفي. ودساعدت توليب النبيل اوت. طبعا قررنا نسيب طبعا القصة. او بوق او تيشة طولة ذات اتو اسمو ليف اوت معنى يستبعد خلي بالك. طبعا هي ازهرت شجاعة. ما شاء الله عظيمة. عندما انقذته من الحريق ومعنى كان اول اغنية. كان طبعا غاضب جدا اخوانا لما اكتشف طبعا ان اسمو طبعا ساعدتك هنا ما كانش داخل فين بقى في التيم لس مش متضمن مع اللعبة. معناها حالة الطوارئ. هبقى عندك هنا طبعا هنا معناها يعلن الرئيس اعلن حالة الطوارئ. لما انا بجاد المحب بيقول لي ايه انا مطلبت الشرائك. طبعا انا احمد كده بيبقى بيحامرة يعني عندك جرام بي رقم سي بيبقى غاضب طبعا افهم من نفس وكده. طبعا لما تقاعد اخوانا عمل كثير من عمل التطوير هتبع عندك اول اختيارة. محمد صلاح بيكم اه احنا قلنا خلي بالك اما كلمة دي الاجكتف الصفة زي ما اتفعنا معاك في شرح التعنا. طبعا رجل الصحف الاهرام بدأ مهنة الصحافة. يبقى عندك هنا رقم دي خلي بالك جورنالزم الصحافة. بتعلم النجارة يا جماعة يبقى عندك انا اللي هو التمرين او التدريب. قلنا مع الاشياء. بيسألك عن مراضف خلي بالك مراضبة مش عكسة. عايز مراضف كلمة يضم طبعا يبقى عندك هناك كلمة برضو معناها يدمر. بيسألك برضو خلي بالك او لك زي المراضف اخوانا بتاع كلمة فضولي عندك بكلمة نوزي رقم دي برضو معناها فضولي خلي بس حتى كان. الجهود يا اخوانا اللي بتواجه الحكومة الجديدة ساعتك هنا طبعا هنا يعني طبعا كانت هائلة برضو عايز المراضف بتاع كلمة طبعا هنا كلمة معناها ضخمة برضو. اخوانا كلمة طبعا رقم قياسي. ده معناه طبعا اني شايف طبعا طبعا قبل اي حد تاني رقم دي لانه هي عملت رقم قياسة عن سباية الجميع. باد نيوز كن ميك بيبل الاخبار الوحشة ممكن تخيل واحد كده متوتر طبعا انت معانك انا استريست اول اخطي عرق. طبعا ساعتك هتبقى بداية بشكر كل الناس اللي هم ساعدوني. التعبير انت خدت معانا معناها بدوريها وبالتالي طبعا ليد. ايد لايك طبعا كلمة عندك اسمها لاست لي ختاما. هيب اعمل كزا. ان طبعا الكلمة اسمها معاناها طبعا ملخصة. او في الختام برضو. طبعا يعني موضوعي. معانا جمنا خلي بالك محتاجين يا جماعة كنا عندنا تقييم تقييم خلي بالك موضوعي. وطبعا يعني مستقل. وانو بدا زي ما قلنا طبعا هنا ساعت لك اللي هو مديري تحرير مانجينج. ادي ترزي خلي بالك. we are conducting a survey. احنا بنعمل مساز تطلع. عشان طبعا نعرف اذا بينا بفكر في ايه. اول خطوة جماعة في البحث عن وظيفة. اني ساعتك تحضر. يكون طبعا حديث احدث حاجة. انا طبعا بروح السينما تطلع على افلام اللي ليها ريفيوهات طبعا او مقاط نغرية ايجابية. اللي قمنا عنه طبعا هنا بقولك انا شفت فيلم بيبدأ بان البطل بيقابل. مجرم او مزنب هارب. عندنا كلمة احنا هنا مزنب او مجرم. if you are unable to the information. طبعا كلمة obtain. يحصل على انا مش هارفت ان تحصل على معلومات استعمل عمنا جوجل طبعا. هنا كلمة خلي بالك ما ينفعش لانك كاتب كلمة اول. كلمة يا جماعة اسمها من غير اهم. وفرة من كزا اسمها plenty of experience. احنا هنا معناها خبرة. كلمة لا تعدع. يبقى الصحر تانا عندك هتبقى. طبعا عندك انا رقم اي? a lot of experience. خلي بالك. he stood up before a whole room full of people and ask her to marry him. معينا رجل عبيد طبعا. يقولك واقف قدام حجرة مليئة بالناش وطلب منها الزواجات. المهم يعني بيسألك انا كلمة before معناها قدام طبعا. in front of رقم دي. اشوف بقى بعد ما اتجوز بكم سنة اخباره عامل اي? he typed a copy of the report. احنا قلنا type up. معناها طبعا ينسخ حاجة بشكل غير قانوني. عندك هنا رقم بي. he shared a house. الكلمة خلي بالساعدتك كلمة share حرف جرها. with اول اختي عرب. despite careful انت كده عايز نون تخلي بالك. هتبقى عندك هنا كلمة security. رقم دي. على رغم من الامن الشديد حصل كزا. he tends to copy his brother. هنا خلي بالك كلمة copy. مش معناها ينسخ. معناها يقلد. بالساعدة كلمة imitate. رقم b. معناها خلي بال حاضرتك احنا عنا في الحصة. يقلد كده. the two men died when they wait. طبعا trapped. الى تر رجالة. طوفهم الله لما تحبسوا في المبنى المشتعي اللي بعناك هنا. trapped. رقم c. the restaurant turned out to be cheap. قبل الصفة حت حالي. بعناك هنا. surprisingly. رقم دي. خلي بالساعدتك. بمعناها بالشكل طبعا مثيرة. don't be sold. it's not of your business. ما لكش فيه. it's not of your business. معناها طبعا ما يخصكش. ما لكش فيه. هتبقاش طبعا ايه حشري. تبقى عندك نوزي رقم b. if she continues like this she could be the record. لو استمرت هم نظرت ده ان شاء الله هتحطم الرقم القياسي. هتبقى عندك هنا رقم b. طبعا the boss ساعدتك هتبقى additionary. بيتساوي كلمة in addition to بالاضافة. طبعا in addition بس بيتساوي كلمة in addition خلي بالاضافة زلك. the products will be sent by air جوا. هتبقى ساعدتك هنا by air جوا. خلي بالك. the doctors have always a stress tip. كلمة ده اخوانا معناها يؤكد. stress اللي معناها التوتر تبشي معنا يؤكد. الاطباء دائما اكدوا اهمية التذيبات رياضية. when they requires you to follow a rule. you can receive a penalty. if you disregard it. لممين. بيتطلب من ساعدتك انك تتبع رول معينة. ممكن يصلك عقوبة. لو ساعدتك اهملتها لما القانون يقول لك اسمع كلامه. طبعا عندك كلمة low رقم b القانون. you can to compare the of watching live theater with watching tv. ساعدتك ما يفعش تقارن تجربتك انك انت تتفرق على المصلح مباشرة كده لايفة. بانك انت تتفرق على تلفزيون. تبعا عندك هنا اول اختي اولا. do you show people do you show? هنا others بيتحش ولا مناها نعون انا ذا بيتحش ولا مناها جامع. ازا ما قلنا كلمة اس من غير نعون ولا مناها يبعا عندك هنا كلمة other رقم بي خلي بالك. the accident due to the due to the driver's recklessness. طبعا الحدسة حاصل بسبب اهمال سوا. حتبعا عندك اكد رقم بي معنا يا حدوس خلي بالساعدتك. is a famous a graduate هو خريج يا جماعة. هو متخرج. of the faculty of law. من كلية الحقوق. طبعا هو ما شاء الله موحايا مشهور عندك اول اختي عليك. someone who produces box. شخص اخواننا. بينتق الكتب ساعدتك. وكمان ماجازينز. اكيد ده نشر حضرتك يا رقمي. الاهرام طبعا. الاهرام نشط مقالتي تبعا عندك هناك هناك رقم سي. ماشي. it's been two and since we. زي مقالنا. it's فترة زمنية. موضي بسيط. يبعا عندك هنا. visited رقم بي. جملة اللي جاية. my friend has problem. وكتب في جملة كتنين من السنسة قبلها مضرعة تامة. هاتبع عندك هاز هاد رقم اي. sorry for being less sir please let me in. I have been. طبعا انا باللغة بتاعتنا اسف يعني اضحشرت في المرورة. حاجة طبعا لها اصلا ساعدتك. يبقى I have been رقم اي. ما يفعش هاف جان خلي بس ساعدتك. احنا قلنا هاف جان ما جيش مع كلمة I زي ما انت عارفات. my cousin has lived his child. انت جبت كده البداية. يبعا عندك هناك كلمة since خلي بانك منزطه فلطوب. علي last could fish when he was in Alexandria. علي اخر مرة صفيا سمكة. لما كان في اسكندريب علي. ما اصطدش سمك من ساعة. ما كان في اسكندريب علي. hasn't caught fish time since he was in Alexandria. حادث بدنا في الماضي مستمر معاك. حتى الان. I have been made the general manager. والحكاتي بقى جميلة في الجملة التانية. it's my first time to meet him. هنا الكلام مش معنى ان حدث حصل ولسه ما حصلش. هنا بتكلم عن خبرات حياتية. بقول لك دي اول مرة قابل المدير العام. يا معنى الجملة انا عمري ما قابلته من قبل. هتبقى عندك بي فور خلي بقى لك. هنا يا جماعة ما ينفعش كلمة انا اش بقول لك انا لسه ما قابلتش المديرة. لا انا عمري ما قابلته. دي معنى الجملة خلي بقى لك. my uncle. السؤال ده واهم جدا. احنا قلنا قبل كده. قل لك عمي دلوقتي شغال عامل في مصنع ملابس. يبقى حكاية ان شغل سواء تاكس فترة وراحت لحالها. بقى عندك اول اخت يا رب. ماشي? زلاص تايم ويميت. احنا قلنا جماعة زلاص تايم ويميت دي. طبعا كلمة سنس خلي بالساعة تاكت. زلاص تايم ويميت ان زي بقى انزا فيرج. طبعا صاحبي وصل المطار من شوية صغيرين طبعا بما كده هو لسه واصل تاوان هتبقى عندك هاز جاست ارايب دي. عايزة جملة جماعة الكوركت. هافيو. طبعا ما تبقى لساعتك هنا. هافيو ايفر طبعا دي سليمة يا ربان ساعتنا جا. طبعا كلمة عندك كلمة تقول لي ما تجيش في النفذة ما اتفقنا. وهنا ساعتك كتب هقول لي في الاخر ما تنفعش برقم بيس صحة تعني. كتب الجملة عندك انها في رقم سبعة وتمانين كلمة مؤخرا او حديثة طبعا دي من كلمات المدرع التام هتبقى عندك هاز رقم اي. هنا ساعتك طبعا جملة موجودة على موقع البزارة خلي بالك حادسة فزيع الصحراوي ايه حياة فلان. ده اللي سامنا معك خبر هتبع عندك رقم بي. خبر يعني شيء طازة. حاجة حصل من شواء صغيرين وما حددناش الوقت خلي بالك. مش بحتاج تعمل طعم. انا خلاص طبقتي بعندك انا هاف كوكدر رقم بي. حاجة ليها اصريح. الحقول يا اخوانا المحفظة ساريت او ضعت مني بعندك اي هاف نصر رقم سي. برضو حدس طازة زي ما اتفقنا معك. اي بارثي تايم دي سير. انا لستعايش. وبريسس همامو ده وستادي ما انتهتش. حدس واقع في فترة لم تنتهي بعد والحدس قبل الزيادة. ساعتك هتبقى هاف فزيتد رقم دي. سويا عما السؤال ده خلي بالك يولوك بيلا. شكلك كده وشك اصفر. حاجة حصلت لك طبعا هايز انتينجا هابند رقم ايه? حدس حصل في الماضي قطر موجود في الحاضر. ضمن عندك منفية ساعتك قال شي هازن تستاضيط طبعا زي بريس بيرفكت يات عندك رقم بي. حتى لسه مدرستش المطارع التامة. هاف يو افر خلي باك هال سبق لك افر اخوانا في السؤال زي ما انت عارفه. يت ما تنفعش يا جماعة. يت ما ينفعش. بيسألوا عمرك عملتك كزا. خلي بس ساعتك هنا. زي ما اتفقنا بعد صفات تفضيل حط كلمة افر. او الحقون يا اخوانا انا ضاع جواز صفر يا حتبع عندك ايهاف رقم بي زي ما اتفقنا حاجة طوزة. تامر وكاتب عندك في جملة كلمة ولحقابرة منها فضي لك المدرع التام. هاتبع عندك هاز هاد رقم دي. سنس ابلها مدرع التام. هالتانية ماضي بسيطة. اي قتلك تطعا عادل هازن كونتاكت من طعن سنس هي هاتبع عندك طعن سنس هي لفت خلي بس ساعتك. شيء لندن وينش شيء وزا تشاهد. ماضي. ماضي. ويا طفلة عاشت في لندن. مضوع انتهي. با عندك هناك كلمة قدام ساعتك حدوتة. في لعبوا كوضا وراحوا ايه كالوف مطعم. تبع عندك هناك رقم سين. يبع عندك لسا خارج برا. يبع عندك هاز جاست جان خارجة. وايه ولم يعد خالك. وكمان حاجة ليها اسرى خلي بالك. عالها بكوش شيء عمرها. ما طبعا اتكلمت قدام الفصل قبل كده. حتى مع عندك هاز عندك انا اخر اختيار. سمنا معاك خبرات حياتية. حتى معان طبعا كنا حاجة ليها اسرى. انا اعرف مها. بادي طبعا ساعتك تالس سنوات يبقى حدث بدأ في المنزل شغالة. هما ساعتك طبعا مش محتاجين يقلو حاجة لها اصلا برضي. با عندك هاف لرنت رقم سي. ماهر از ناطير. مش موجود ماهر. يبقى راحة الدكتور السلامة جايش. هاتبع عندك هاز جون تو دا دينتس رقم سي. الكلمة عندي ساعدتك هاي كلمة لاتلي مؤخرا او حديث سانع. هاتبع عندك هاز بين رقم بي. هي هاز بين تو امريكا. هي كانت في امريكا. راحة وجدت خلي بالك معانك انها ببقيتش في امريكا. با عندك از نو لونجر رقم بي. اتسا كماعة فترة زمنية. يبقى سينس طبعا. هاتبع عندك انا كلمة سينس اخر اغتيار فتأو عدة كزا. من ساعة. اي هابن سين دا نيو. طبعا ادفنشور فيلم. تبع عندك انا كلمتية انا ما شفتش الفيلم بتاع المغامرة الجديدة. حتى الان. تبع عندك انا كلمتية رقم بي. ردوة مش عارفة. يعني السفر بالطيارة اصدق عمرها. ما سفر بالطيارة. خبرة حاقتية. هاتبع عندك هاز نيفر فلون. رقم بي. احمد لندن. هيرجع لسه اسبوعك جاي. بسلام ان شاء الله. لكن المومن وسه ما رجعش. با عندك هاز جان تو. زهبه ولم يعد. بقول لك هيرجع. لما يرجع. لما يرجع نقول هاز بين تو. لكنه وسه ما رجعش. با عندك هاز جان تو. خلي بالك. هاز بين ريلي جود ات انجلش هي وين. طبعا هيا ساعتك ادي مضارعة تام. وعندك كلمة وينتي بكلمة سينس. خلي بالك هنا. رقم بي. ابلها مضارعة تامنة حتى انا ماضي بسيط. ومارت البرادر الساد بيكوز طبعا هي هاز بروكن اخر اطيار حدث له اثر خلي بالك اخوة ازا علاش هنقصر لعبته المفضلة. ويهي او فنس فور اير بان سنة يا جماعة. ما شفناش اصحابنا. يبقى عندك رقم سي. حدث بدا في الماضي ومستمر معاك حتى الان. وكده يبقى عندك في الجملة نفس ستاشر اكتر من سنة. تبقى كلمة عشان دي فترة زمنية. جملة عندك سبعتاشر عمرك رحت اسوان خبرات حياتية. هبقى عندك في الجملة اللي جاية حضرتها كتب عندك في الجملة كلمة النهاردة حدث قابل الزيادة. هاتبى عندك رقم دي خلي بالك في اخوانا قال انا قصرت كوباية خبر يا اخوانا. يبقى عندك هاف بروكن رقم دي ومدرعة تامة. اعرف عن المشكلة بقى لشهور حدث بدا في الماضي مستمر حتى اني بقى عندك هاف نون رقم بي. اخوانا اسبوع فترة بقى عندك كلمة اول اختيار. افترى لشاينيز فوت بطي هافن رقم سي. انا قربت الصيني لكن انا ما قربتش اكل فرنساوي طبعا حتى الان بكلمة قدامك. ماضي 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 ماضي. عمنا هادي كسر دراعه لما واعمل حوصان تبع عندك انا بروك رقم سي خلي بالك. اي هافن سي مستر جون طبعا هتبع عندك انا كلمة لاتلي مؤخرا خلي بس ساعدتك. بس بس طبعا لسه ماشي بعندك هاز جاستف لقم دي. حدث حصل من فترة قصيرة وكمان خلي بالك حدث له اثر. انا طبعا موجود في لندن بقالي تلس سنوات. وعجبني جدا الوضع هنا بس ساعدتك هتري بقى. اي هافن لندن فور كزا. اي هافن تتزو بفور. عمري ما روحت حديكة الحيوان من قبل. هتبع عندك اي هافن بنت تتزو بفور. اي ماي كيز. انا المفاتيح ضاعتي. يبع عندك هاف لوس ده. حاجة له اصل خلي بالك. ده هي وده عندك كلمة طبعا انت ما كلمة قدامك. هي طبعا مستمتعة بعملها يبع عندك هاز بن اخر اختيار طبعا. الكلام في الماضي يا جماعة. يا طبعا خبرات حياتية. فوز راح البلدي وعمر مراح البلدي يبع عندك هنا هاز بن طبعا اول اختيار. هتبع عندك هاف بن. رقم بي زمان تعارب ارقام ترتبية ورمانها مدرعة تامة. طبعا تاخد كلمة فور احنا قلنا. لما يكتب كلمة معها فترة زمنية تبع كلمة فور مش كلمة سنة زم وقلنا لك. هو لسه موجود هناك. خليبا لك كتب عندك هنا. بس صح بتاعنا يبع كلمة راح ولسه ما جايش. ورح كاتب في الجملة حتى الان. يبع عندك هاز ميد. حدث طبعا قابل الزيادة. هتبع عندك كلمة سنس خليبا لحضرتك. حضرتك طبعا البداية. باي اي من جملة بس باي شباب. حتى يبع عندك هاف بن ريتن. رقم سي. شي فورورك already. الجمنا عندك كلمة already. يبع عندك هاز لفت اول اطيار. I haven't heard from my brother. يبع عندك هناك كلمة سنس. صحبتك حطيت نون خلي بالك اهي. احمد هاز لندن. هيرجع طبعا زي ما اتفعنا معك. حتى يبقى gone to راح ولسه مجاش. we have lived here more than 20 years. اكتر من عشرين سنة. زي ما اتفعنا دي فترة خليبا لك بكلمة. خليبا لجمنا في الماضي. خليبا لجمنا في الماضي. هنا حط فعل بعد كلمة تبقى تبقى لجمنا عندك نجيم محفوز كتب عمية نجيم محفوز على الله الرحمه طبعا ساعدتك هنا ترجمة هتبقى عندك هاف بن رقم دي. ومنا بس في خليبا لجمنا اي بريفير. بريفير يا جماعة يا فضل حاجة على حاجة. حرف جارة بتاعها تو خليبا لساعدتك. هنا كتب اي لاس دي. هنا في كلمة وزا جماعة زينا معلش. بساعدك كلمة سور كمان في الماضي. سريع جدا هتبقى عندك انا كلمة قلنا في السؤال بتاع التعجوبة. كتبت هنا خليبا لك يبقى كلمة من الساعد طبعا رحيله. هي بقى ووركس سيز اد اوي كان. ا بتاعت التكرار خليبا لك اوي بتاعت التكرار. زي انجد وومن طبعا نقلة المستشفى الجملة بس يا بعد فكرة. يبقى عندك هاسبين تيكن في تغيرها بس يا بعد. اي سورس فو فايف يوز. انا بقى لي خمس سنين. بكتب كس خليباك وقالك سبكتب عندك هنا اي فريتن رقم ايه خليبا يا الحضرتك. الفقرة بتاعتنا يا جماعة كسنوية عامة سنة اربعة وتمانين. اعتقد يعني حاجة من عمر ماما اعتقد يعني ساعتك يعني او ربما تكون ماما يعني اكبر او صغر من كده. ساعتك يعني هاو بيزي. ايه معنى الجملة? هل حضرتك لا حستي? كم تكون الشوارع مزدحمة في القاهرة خاصة فيما يسمى يعني ساعات الزروة. ايه ساعات الزروة يا جماعة? الناس كلها رايحة الشغل الناس كلها راجعة من الشغل يخلي بالك. كل سنة المزيد والمزيد من السيارات يستخدموهم. هنا كلمة العربية دي بتعمل كتير من الضرر. يعني بتأطل مش بس بتأطل يا جماعة. لكن طبعا بتسبب ما يسمى التلوث. النار تقريبا كل العربية. ده كمان. ده كان بعض الاسر عندهم اكتر من واحدة. اكيد هنا كلمة عيدة على كلمة كارد خلي بالك. يعني لا عقب. يعني ما تستغربش. يعني غريبة اني ساعات تكتر كتير من الاختناقات المرورية في كل المدينة. ربما يكون اسوأ اختناقات مرورية موجودة في وسط البلد. هذه الطبير الطويلة التي من السيارات طبعا التي تزحف الى القاهرة بتضيع الوقت والمالع. يوميا. وقت ساعات تكينة ثمين طبعا او نفيس او قيم. يعني بيهضر بيضيع. وساعتك تنتظر بلا صبر طبعا في اشارات المرورة. اخيرا بقى. لما بتوصل لوقت سفرك او ما كانت طبعا يعني. حقك انك تشعر بنوع من الراحة. طبعا انك وصلت يعني. but soon you face new troubles. لكن ساعتك سريعا بتواجه متاعب جديدة. there is no place to park your car. يا ديني لا. فيش مكان تركن فيه سيارتك. in cairo it is very hard to find parking spaces. فالقاهرة صعبة جدا تجل اماكن اللي ركنا السيارات. there is a problem that causes us trouble. هي مشكلة بصراحة بسببنا متاع بايدية بالنهار. and an anxiety. وقلق باي نايت ليلة. to solve this problem با. عشان نحن المشكلة دي. more car parks. المزيد من ايه اماكن ركنا السيارات. should be built. لابد ان تبنى لكن just outside the city center خارق وسط المدينة. then the drivers can leave the cars and catch a bus to their offices. السوئين با. كل واحد الكن عربي وبرى البرى وسط البلد ويركب اوتوبيس. يدخلوا عندي المكتب بتاعه. another solution is to build multiple story garages. بس هاتك بها الحاجة التانية ان حاضرتك الحكومة ابننا. جاراجات متعددة الطوابقة. wide smooth straight roads. طرق يا جماعة واسعة. ساعتك سلسة مستقيمة. must be built. لابد ان تبنى. now in place of the old narrow roads. مكان طبعا الطرق القديمة الضيقة. these roads must not pass through the city center. طرق دي متعديش ابدا من وسط البلد. by pass it. تتفاداها. تبقى لا فهم بيد يعني. they must not be crossed by other roads. طرق دي. ما باشوها تقاطع مع طرق تانية. يعني فيش اشراط معنا صح. this can be achieved by fly over bridges. ده يتعمل يا جماعة. بساعتك استعمال ما يسمى كباري علوية. it is heartwarming. to see such roads being built now. طبعا ساعتك كده حاجة يعني تسعد القلب. ان انت النهارده بتشوف الترو دي وبتتبنى في مصروع. cards and cycles should not be allowed. ده. ساعتك كمان. طبعا ساعتك الايه? عرفة القرر وكمان cycles. الموسيقات ومشابه ما يسمح لهاش. بانها طبعا تمشي on such roads على الطرق دي. let us hope. نتمنى طبعا that in the future when people rush to work and then back home the roads will be as orderly as ever and traffic will flow without hindrance. نتمنى ان في المستقبل القريبة. لما الناس تندفع لعملها وتبقى ترجع بيوتها بعد الظهر. ان الطرق تبقى المنظمة. كالعادة طبعا ان المرور يساعدك ينساب بدون اي اعاقة. الكلمة اللي قدامة كلمة يعني اعاقة. خلي بال حضرتك. هنا بيقول لك سؤال سهل جدا انا. traffic jams اختناقات المرية. are usually the worst. بتكون في اسوأ حالتها. لما امت طبعا? لما الناس خيح الشغل ورجع بعض الضهر. طبعا. كل الناس في الشارع. اتفرق كده على اسكندرية. الساعة عشرة. عشرة صباحا امام مدرسة. ديني هدية. من بعد الساعة تسعة. من تسعة لحضاشر. سكندرية البحر ده غاية في الجمالة. طب تعالى ساعاتك بقى الساعة من سبعة الصبح للساعة تسعة ساعة ونصف. فوق بعضها. طب تعالى بقى من الساعة واحدة حد الساعة اللي بلليه البعد. دينا فوق بعضها برضو. يعني هدعا. الناس ماشي. الجماعة متلزهة السيارات دي. لازلت البناء. الا قوس تلبقى بره البلد طبعا. يبقى عنك اوزادة سيتي سنتر كلمة واحدة احنا قلناها عادة على العربية كلمة كار. السؤال اخواننا المحرق او ده اللي هو انسب عنوان للعرق للايه بقى ساعات تاجع للنص ده. مشاكل المرورة. المرورة اخواني يعني العربيات خلي بالك. لكن مشاكل الطرق. نختناقات المرورية. مين اشمل واحدة فيهم كلهم. رقم ايه اخوانا? مشاكل الطرق دي تبقى شاملة. الطرق مشاكل المرورة انا اسف. شاملة الطرق شاملة. الاختناقات المرورة شاملة ترافيك وشاملة كمان كارز. رقم ايه الصحاب. شاملة كل حاجة اخلي بالك. كلمة زي ما احنا قلنا عيدة على طبعا ساعتك كلمة رقم بيه. لما الناس ساعتك الرايف لما الناس بتاعتها زي اللي بحصل لهم طبعا. عنه مشكلة تانية. انه مش تاني مكاني رقم في عربيته. يبع انك. طبعا الترقام بتاعتنا. بدأت مصر تستريد ري جينا. دولها طبعا القيادة او البارزة. في المنطقة بتاعتها 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 وتدعم. طبعا ساعتك المباحة. طبعا طبعا التحقيق السلام والاستقرار. في الدول المجاورة. بدأت مصر في استعادة دورها القيادي. هنا كتب يا اخوانا الثانوي مثل فعشان. طبعا فيك اريا المنطقة. هنا كتب عندك كلمة العالم. واصبحت تستضيف. كتب هنا عندك تستبعي التستان كتابة ما تنفعش. الاجابة عندك رقم بيها الاجابة السريمة. انه للتزام بات اه القوانين احدى اهم سمات الافراد اللي انتنا عايش فيه مكتابة متحضر. ودولة متقدمة. اوبيينج لوز. هنا خلي بالك كاتب يعني معناها فرضية. كميت يرتكب. فطبعا دول ساعتك كده ما ينفعوش. اوبيينج لوز اعتقد دي اخوانا سليمة وزيجي الفل. هنا ساعتك كتب ايه بقيت? اه كتب عندك كلمة كوانتيتزم. معنا طبعا كمياته. هي كلمة طبعا صفة اسمه كوارتي زي ما ساعتك عارفة. كده الحمد لله وصلنا معاك لنهاتي الهومورج بتاع سيشل نعينب. بس لك شباب ونراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.